السلام عليكم ازايكو انا شايماء واهلا بيكو في فيديو جديد النهاردة بقى هنعمل فيديو بالخرز الحيات الجديدة اللي اشتريتها بقى هنعمل بقى سلسلة موبايل حلوة جدا وسهلة قوي هنستخدم خرز الجومايكا اهو هستخدم خرز مقاس 6 وخرز مقاس 4 وهستخدم الحروف دي اهي خرز الحروف اهو وشكل قلوب اهو السمايل والوردة دي كانت عندي اصلا وشكل اهو العروسة اللي في شكلها حلو ازاي واستخدم بقى كمان الخيط الصيني دوت او خيط الحزازات يعني هو اصلا بيولو عليه خيط الحزازات او خيط صيني تمام استخدم منه واحد طوله 50 صمد اول حاجة هنعملها ايه بقى اول حاجة لازم نلسع الاطراف دي علشان لما نيجي ندخلها في الخرز تدخل على طوله ما تتعبنش هنساوي الطرفين كده اهو وبعدين هروح عاملة ربطة من هنا عشان يبقى في حلقة نربطها ايه في الموبايل زي ما احنا متعودين اهو شايفين كده ملهاش مقاس محدد بس خلوها يعني حلوة عشان لما تدخلوها وتربطوها ايه تتريبت بسهولة بعد ما عملت كده بقى هروح جاي بقى القلب بتاعنا اهو وهدخله في الخطين مع بعض هو خرم واسع فبيدخل في الاتنين عادي اهو شايفين كده دخل اهو هنزوقه بقى الحاج دي فوق اهو شايفين كده شكله حاجة انا في الطرف اليمين ده هدخل خمس خرزات باللون الفضي اللي هم مقاس اربعة شايفين كده دخلنا خمسة اهو هاجي بقى في الطرف التاني هدخل واحدة كمان فضي اهو وبعدين بقى هروح مدخلة اه مجموعة من الخرز الجمايكا بسهو بيدخل فيه على طول عشان هو اصلا ايه واسع ومريح خالص اهو في الشغل بس كده الشكل معنا دلوقتي شايفين شكلها حلو جدا ازاي هاجي هنا بقى هحط شكل الاسمايل بتاعنا اهو تمام ونحط بقى كلمة هابي بتاعتنا برضو شايفين كده دلوقتي هنيجي بقى هنحط كمان خرزة باللون الفضي وهنحط بقى كمان هنا مجموعة من خرز الجمايكا وهيجي بقى دلوقتي هحط خرزة فضي وهجيب وردة هحطها وكمان خرزة فضي وبعدين بقى هجيب كام خرزة برضو من خرز الجمايكا هحطوهم وبعدين بقى واحدة فضي صغيرة وواحدة كبيرة كده نبقى خلصنا اول طرف اهو في السلسلة بتاعتنا فنجي بقى نحط في الطرف التاني برضو الخرز اهو والسلس بقى بمجرد مخلصوا حلوة جدا ازاي والخرز اشكاله جميلة خالص هنقفل بقى ازاي اول حاجة هنجيب اهو شكل العروسة بتاعتنا اهو وهنجيب حلقة اهو وهنبتدي نحطها وهنقفل بقى عليها اهو هدخلها بقى في اي طرف عادي خالص وهنبتدي بقى نعمل ايه عقدتين جمدين ربطتين جمدين اهم خالص جمدوا بقى على قد ما تقدروا عشان ايه نقفلها كويس بقى اهو ولو احتاجتوا تعملوا واحدة تالتة هعملوا عادي خلاص بقى بعد ما عملت اهو ربطتين جمدين هتدي بقى ايه اقص الطرفين وهنلسع الاطراف بقى بالولع بس مندعيب بقى عشان الخرز ما يحصلوش حاجة اهو بص شكلها جميلة خالص ازاي شكلها حلوة جدا ويسهلة قوي اهي ما اخدتش مننا اي وقت خالص نركبها بقى عادي اهو في الجريب بص بقى شايفين الجمال يربوها بقى وفرجونا في الجروب على الفيضة